اشتركوا في القناة امراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وأعدكم أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل اسم اس أو عبر التليفونات التي تظهر حالا أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات الماضية تحدثنا عن الحقن المجهري وكل خطواته وعرضنا له بالتفصيل علشان نجم الحلقات تبقى مجمعة لكل ما تريدوا أن تعرفوه عن الحقن المجهري يظل خطوة تلجأ لها مراكز الحقن المجهري حديثا كثيرا نحط عنوان الحلقة كده وننزل الاسترابة هل يجب تقييم تجويف الرحم قبل اللجوء إلى الحقن المجهري خلينا أفكر حضراتكم بهذا الاتصال من الأخ محمد اللي استخدم زكاؤه عشان يوصل لنا بعض المعلومات دون أن يقول الحقيقة ونشوف مركز الحقن المجهري قال له ايه ونرجع نتكلم ونعلق قبل من شوف الفيديو التوضيحي بتاع حلقة اليوم نفتكر كده الاتصال ده ده اتصال من حلقة سابقة هتفتكروه ونبتسم سوا ونبتدي نتكلم تفضلوا نسمع كده الاتصال السابق أهلا بيك ما أنا بستنى كل جمعة عشان يستفيد من هلمك وخبرتك صحيح يعني ربنا يخليك أنا دايش هرفني حبيب يا دكتورة طيب هو أنا بالمختصر مراتي وأضع سبع قصرية أيوة وعايزين يعني كده نغامر برضو بمرة تانية عشان نخاولها عظيم هي عاملة كام قصرية سبعة سبعة اه ومعاكم كام طفل ربنا يخلي تلاتة تلاتة ربنا يخلهم لكم ونوعيتهم ايه ولاد ولا بنات لا بنات بنات عشان كده عايزين تحاولوا تانية عشان تجيبوا ولد فحجرتك بتسألني هل في خطورة انها تحمل وتفتح بطنها لتامن مرة تمام والسؤال التاني هتسأله لي وتقول لي طب وامتى نقدر نحمل قصرية او تحمل تاني اذا كانت القصرية اللي فاتت عملها من سنة من ستة شهر هل في توقيت معين يتساب ما بين القصرية والقيصرية التالية هي دلها سنتين الوقت طيب في سؤال تالت عايز تسأله لي غير دول غير اننا ممكن نحمل ولا لأ وبعد قد ايه رحت رحت دالة مركز في مصر وجاله احنا هنعمل بساعدة الراحم ده اسمه ايه اشاع على الراحم والانبيب عشان نشوف فيه التصاقات ولا لأ ونشوف الرحم فيه نيش او ضعف فيه التقام جرح القيصرية السابق ولا تمام 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 هو ده صالح التاني فهل هو يعني فيه حاجات كده بتدل انه هو ينفع لو كل التصاقات والكلام ده مينفعش هو لو فيه التصاقات لو فيه التصاقات دي حاجة تعوقه عن الحمل لكن حاجة ما تمنعش انها تحمل وتعمل قيصرية تاني طب وقم المنظر يا دكتور اللي هنعمل هباين كل الكلام ده المنظر الرحم ايه لا المنظر الرحمي مش هيبين او القصة دي المنظر الرحمي ده هيبين جوه تجويف الرحم هو حد قال لكم تعمله منظر رحمي ولا منظر بطنه حضرتك بتنطقه منظر رحمي ايوه المنظر الرحمي ده يا فندم اه حضرتك بقى ما قلتلناش قصيت جزء من الموضوع قصيت جملة كده عمدا ما قلتلناش احنا قررنا نروح نعمل حقن مجهري ولو اننا بنحمل طبيعي عشان عايزين نعمل حقن مجهري مع اختيار جنس الجنين عشان عايزين نحمل في ولد مش عايزين يجي بنت تاني ما قلتلناش انت جملتين ثلاثة دول اصدهم مش تفيك بارك يا ضغطي بتجرى دماغ على طول اه ماشي انا جريت دماغك طيب باشي ومفيش مانع في اللي انت بتقوله ده له عيب ولا طبيا غلط ولا حرام اما المنظار الرحمي اللي حيعملوه مركز الحقن المجهري ده مش هيبين مشاكل زي ما انت متخيل وده تمهيد واعداد للحقن المجهري حتخلونا كمان نعمل حلقة تانية كنت عايز انهي حلقات الحقن المجهري دي نعمل حلقة تانية على دور المنظار الرحمي قبل الحقن المجهري وهل له دور ام لا لكن عموما وقدينا بنعمل حلقة على المنظار الرحمي واهميته قبل الحقن المجهري مستاذ محمد استخدم زكاؤه انه بعد بس يقول لنا اللي هي الست عاملة سبع تمن قيسرات قبل كده في مشكلة وحملة تاني وما قالش كده قص عمدا ان احنا عايزين نحمل تاني عشان نجيب ولد فروحنا نعمل حقن المجهري عشان اختيار جنس الجنين عشان احنا مجتمع له خواص كذا وان احنا بنقيم جدا يبقى عندنا ولد ربنا يعطيهم يا رب يعني فاتكلم على المنظار الرحمي وكثير من مراكز الحقن المجهري الان تطلب من السيدات عمل منظار الرحمي قبل اللجوء للحقن المجهري فهل هذا حتمي؟ هل هذا ضروري؟ هل هذا يفيد؟ هل هناك طرق اخرى لتقييم تجويف الرحم؟ الاجابة تبدأ من الان سنبدأ الحديث الرحم هو الارض التي ستم فيها زراعة البزرة اللي هي عبارة عن البوايضة المخصبة او الجنين وبالتالي في اي زراعة انت محتاج بزرة جيدة لهو جنين كويس وقلنا بقى ازاي تبقى البوايضة كويسة وتتخصب كويس ونوعية الاجنة وطرق نقلها ويوم نقلها نمرة اتنين محتاج ان الارض الطربة اللي هتزرع فيها تبقى كويسة ده الرحم والجزء المهم في الرحم حاجة اسمها بطانة الرحم هنتكلم عليها في حلقات لاحقة والجو اللي بتاع الزراعة والري بتاع الزراعة ده يبقى كويس الجو بقى البيئة الهرمونية بتاعت السيدة دي والجو المحيف فبالتالي الارض دي حاجة مهمة جدا اللي هتزرع فيها البزرة اللي هو الرحم وبالتالي يجب تقييم الرحم تقييما جيدا عشان تعرف الارض اللي انت هترمي فيها البزرة دي ارض كويسة ولا لا وبالتالي مراكز الحقن المجهري بتحاول ان تزيد من فرص النجاح بتقييم جيد لتجويف الرحم قبل زراعة الاجنة لزيادة نسب حدوث الحمل وفرص التصاق الاجنة بالرحم عشان ما يجيش حد يقول ان احنا حطينا اجنة وما التساقتش بالرحم يا ترى ما التساقتش ليه وهناك عدة طرق لتقييم تجويف الرحم الطريقة الاشهر والطريقة الاوضح والطريقة الاكثر استخداما بمراكز الحقن المجهري هي المنظار الرحمي اننا نخش بعدسة وباضاءة وحنشوف الكلام ده ونرى داخل تجويف الرحم هذه طريقة مباشرة بنرى فيها برؤية العين ونرى بنفسنا واذا كان فيه مشكلة جوال منظار الرحمي نحل لها وبعض المراجع والكتب والدراسات مش كل الناس بتوافق عليها بتقول ان دخول المنظار وخروجه بيعمل سكراتشنج خربشة لبطنت الرحم وده زي بعض المزرعين قبل مايرمي بزرة في الارض يقول انا نازل اخربش الارض دي عشان يزود نسب الاتصاق البزرة وان دي بتزود نسب الاتصاق الاجنة ده الطريقة المباشرة لتقييم تجويف الرحم اللي هو بالمنظار الرحمي دي ميزاته انه يرى رؤية مباشرة وان اذا جلقينا مشكلة نقدر نتعامل معها مباشرة لكن عيوبه انه تقنية غالية شوية وان التكلفة هتبقى اعلى وانه بيحتاج لتخدير وبنج طب فيه طريقة تانية لتقييم تجويف الرحم فيه طريقة قديمة لا الاتصالات هناخدها بعد الفاصل فيه طريقة قديمة اللي هي مبارعا ايه اننا نقيم تجويف الرحم بالاشعة اللي بالسبغة ودي طريقة غير مكلفة ولا تستدعي تخدير وتظهر تجويف الرحم لكنها غير دقيقة في بيان حالات اختلالات شكل الرحم اللي هنتكلم عليها الحلقة القادمة واذا لقيت مشكلة بالاشعة اللي بالسبغة انت ما بتحلهاش انت محتاج تعمل بقى منظر بعدها عشان تحله طب فيه طريقة ما بينهما اه فيه طريقة استحدثة اللي هي نرى تجويف الرحم بحقن محلول ملح داخل تجويف الرحم واستخدام الصنار المهبالي هذه تقنية ترى تجويف الرحم زي الاشعة اللي بالسبغة بس بتوضحها بوضوح اعلى وباستخدام جهاز الصنار اللي موجود في كل عيادات النساء ودون اللجوء لتخدير ودون اللجوء لجراحة طيب طرق التقييم غير المباشرة مش محبة اوي محبة اوي عند مراكز الحقن المجهري هما يفضلوا طرق التقييم المباشرة اللي هو بالمنظر الرحمي طب مين اكثر دقة الاشعة اللي بالسبغة ولا حقن محلول ملح داخل تجويف الرحم لا حقن محلول ملح داخل تجويف الرحم عشان كده مثلا في عيادتنا اتفقنا ان كل عيانين اللي بيجوا بنعمل لهم هذا الفحص الرحم مشكلته انه مش قوضة زي القوضة اللي احنا عاديين فيها لها جدار امامي و جدار خلفي بعاد عن بعض نقدر نمشي داخلهم زي كهف مشكلة الرحم ان جداره الامامي والخلفي جايين نايمين على بعض وبالتالي احيانا انت بتعمل صنار دون فصل الجدارين دول عن بعض ما تقدرش تشوف اللي داخل التجويف بدقة ولازم للرحم انك تحقن مادة والمادة دي سائل تنفخ تجويف الرحم تقوم تقدر تعدي في التجويف وتقيمه جيدا ملخص ما قلته سنراه حالا في الفيديو اللي حنشوفه وبطلب من الكنترول ان احنا نبتدي نعرضه على طرق تقييم تجويف الرحم قبل زرع الاجنة في الحقم المجهري وكيفيتها وميزة وعيوب كل طريق هذه الطرق مطلوبة قبل نقل الاجنة قلنا قبل كده ان في طريقتين لنقل الاجنة نقل مباشر للاجنة يعني عملنا طنشيط للطبويد وخصبنا وحننقل الاجنة مباشرة يبقى دي لازم اعمل تقييم تجويف الرحم قبل ما ابتدي التنشيط لاني ما عنديش وقت او ان انا هجمد الاجنة وانقلها في دورات لاحقة وبالتالي اعمل طنشيط الطبويد وعندي دورتين الست مرياحة فيهم وانا عملت تجميد الاجنة ممكن اقيم فيهم تجويف الرحم تقييم التجويف مطلوب قبل نقل الاجنة وليس قبل بداية التنشيط نلخص الكلام ده ونشوف الفيديو اللي معانا وحيبقى ان شاء الله في معلومات موثقة لده نشوف دي الطريقة المباشرة دي الطريقة المباشرة نستخدم المنظار الرحمي وندخله داخل تجويف الرحم ونرى برؤية العين وبعدسة مكبرة تجويف الرحم دي الإكس راي لأشعة البالسبغة أو الصنار التقييم المباشر لتجويف الرحم هو الأفضل في اعتبار مراكز الحقن المجهري دي الطريقة المباشرة أشعة بالصنار المهبلي مع حقن محلول ملح أهو أسطرر فيعة هنحقن محلول ملح محلول ملح بيبان لون اسود يفس الجداراي الرحم عن بعض ده بصنار مهبلي مش بالصنار البطن زي الصورة اللي بنبينها ده بس الصورة دي عشان نقول أنه بنستخدم صنار التقنية دي لها أسامي عديدة جدا اسمها سلاين سونوهستيروغرافي أو انفيوجن سونوغرافي تكاترة الملح بيقول عليها اختصارا سونو حقن محلول ملح داخل تغويف الرحم وعمل صنار بصوا كده محلول ملح مبين اسود هو ويفصل جداراي الرحم عن بعض آه هنا في لحمية ظهرت أهي وبنشاور عليها اللحمية دي بتبين أهي الوقت الصورة سابتة في حاجة شغلة التجويف ما كانتش باينة قبل ما نحقن محلول ملح يبقى حقن محلول ملح ده هيزيد من كفاءة الصنار المهبلي في التقييم أما الطريقة القديمة المتعارف عليها الأشعة اللي بيستبغى بنحقن مادة فيها يود ونصور بإكس راي ما بيقدرش يقول أشعة اللي بيستبغى أنواع الاختلالات في شكل الرحم ده رحم زو قرنين ولا حاجز رحمي حلقة جاي حنعرف صورة الاختلالات الرحمية ممكن تبقى متشابهة بين الصنار المهبلي مع حقن محلول ملح والأشعة اللي بيستبغى لكن الصنار المهبلي مع حقن محلول ملح أكثر دلالة بيبين نوعية الخلل في تجويف الرحم أكثر كل مراكز الحقن المجاري حتفضل الرؤية المباشرة للرحم بالمنظار الرحمي أدي المنظار الرحمي مبينة هو تجويف الرحم وفي نقطة يمين ده منشأ الأنبوب الأيسر ونقطة شمال ده منشأ الأنبوب الأيمن داخل تجويف الرحم وبنشوفه بعيننا مباشرة وإذا كان فيه أي مشكلة نقدر نتعامل معاه في نفس اللحظة وبتكبير وعدسة وإضاءة ورؤية مباشرة وهذا ما يفضل مراكز الحقن المجهري ويقولوا أنه بيزيد من فرص التصاق الأجنة خاصة إذا عملنا سكراتشينج لبطانة الرحم ولو في لحمية واللتصاقات نقدر نتعامل معها في نفس اللحظة ودون اللجوء إلى تخدير آخر أو عملية أخرى وبالتالي تقييم تجويف الرحم من التقنيات اللي بتحرص عليها مراكز الحقن المجهري لمحاولة زيادة نسبة التصاق الأجنة قلنا عشان يحصل حمل لازم بزرة كويسة جنين كويس وقلنا أنواع الأجنة وأنواع البويضات والخلل فيها لازم أرض كويسة رحم وانتظرونا الحلقة القادمة الحلقة اللي تطلبوها مني من سنين واللي كل ده كترة النسب يتفادوا إنهم يتعرضوا لها أنواع وأشكال اختلال تجويف الرحم يعني إيه رحم زقرن واحد يعني إيه رحم زقرنين يعني إيه حاجز رحمي يعني إيه حاجز رحمي غير مكتمل يعني إيه رحم مزدوج والتفريق ما بينهما وزي ما تعودتم هنعرض ده بصورة مبسطة وموضحة والفيديو هيبقى ظاهر جدا عشان يواجه رضح لحضراتكم الفرق بين أنواع الأرحام النهاردة اتكلمنا على تقييم تجويف الرحم بالمنظر الرحمي وهو يظهر أشكال غير طبيعية للرحم واللي بتحتاج لتدخل أحيانا ما هي هذه الأشكال الغير الطبيعية ما هي أنواعها وكيف نفرق بينها كل ده هنعرضه في الحلقة القادمة ويا حلقة مهمة جدا لمعرفة الفرق بين الألفاظ المستخدمة بين أطباء النساء عن أنواع التجويفات الرحمية انتظرونا وكل عام وحضراتكم بخير سنكمل الموضوع كاملا بإذن الله تعالى ثم نذهب إلى تقييم بطانة الرحم قبل أن نجمع ميزات وعيوب الحقن المجهري عشان ننهي حلقاته بعد الفاصل هنستقبل اتصالات حضراتكم وبعد الفاصل سنغير عنوان الحلقة إلى شهر مارس شهر التوعية بمرض البطانة المهاجرة سأزن حضراتكم في فاصل قصير وبعد الفاصل معكم دائما ونواصل بشتخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بعد الفاصل في هذا الأسبوع ومنذ أيام قليلة مر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المرأة يخصص لها يوم للاحتفال والاحتفاء به واليوم العالمي للمرأة يحتفل به كل العالم في يوم 8 مارس لو ما تعرفوش الموعد ونحن معشر رجال زي ما قال أحد الكبار الكتاب المصريين إن اللي بتحمل فينا نساء واللي بتلدنا نساء واللي بتربينا نساء واللي بتمهد لنا حياتنا نساء واللي بتربين دي لها يعني مؤطيات ومعاني كثيرة ونظل نحتاج النساء في كل حياتنا ودور المرأة غير منكور ولا ينكروا إلا جاحد والنساء شقائق الرجال ولهم كل التحية وبعض وكثير من البيوت المصرية المرأة هي المعيلة لهذا البيت وهي القائمة عليه وبدونها تنهدم كثير من أعمدة هذا المنزل فلكل سيدة كل التحية وكل التقدير وكل الإجلال ولكن تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة اللي في شهر مارس من كل عام خصصت منظمة الصحة العالمية شهر مارس ليكون شهر للتوعية عن المرض البطانة المهاجرة ولماذا اخترت هذا المرض بالذات؟ واحد لأنه مرض نسائي صرف لا يصيب الرجال فمخصص للسيدات اتنين لأنه مرض خفي ولا يشعر بي كثير من البشر في العالم ولا يشعر بأهميته زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت إنه يقال إن في 10% من البشر عندهم سكر كل الناس تعرف معلومات عن السكر ويقال إن 10% من السيدات عندهم بطانة مهاجرة ما فيش ناس تعرف عن البطانة المهاجرة وبالتالي تعتبر السيدات إن ده تحيص ضد السيدات إن هذا مرض غير معروف رغم أن نثبته بنفس نسبة أمراض أخرى لأنه خاص بالنساء فقرروا رفع الوعي المجتمعي عن هذا المرض في مارس من كل عام كل المنظمات الطبية وكل الأطباء خاصة أطباء النساء لازم يخصصوا وقت الحديث عن هذا المرض وسنخصص أوقات كثيرة وحلقات تمتد لحد يمكن شهر ونص شهرين هنشوف الفيديو في آخر الحلقة بس الأول نستقبل اتصالات حضراتكم معنا اتصال تليفوني تفضل يا فاند أهلا السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور زي حضرتك أهلا بحضرتك بس أنا عندي 28 سنة أيوة عندي بنت ربنا يخليها لك متجوزة بقالك قد إيه خمس سنة وحصل حمل في البنت بعد قد إيه من الزواج هو حصل حمل بعد أربع شهور بس أنا كان جوزي بيسافر الخارج فخدتي يعني منشط كده وحصل حمل خدتي منشط كاعتقاد أطباء اللي في ناحية بلدكم إن احنا بنديك منشط عشان جوزي بيسافر عشان نخليك تحملي بسرعة وهذا ليس صحيحا ولا دور للمنشطات في هذه الحالات على الإطلاق لكن المهم خدتي منشط وحصل حمل وولدتي البنت دي طبيعي ولا قيصرية قيصرية بقالها أربع سنين دلوقتي معاكي في الأربع سنين دول زوجك قعد معاكي قد إيه هو سنة حالياً وأنا عايز أحمل وما فيش حمل آه بقاله سنة معاكي آه سنة ونص جداً تمام يعني كان بيسافر ويجي وبعدين ما بيحصلش حمل فقلت بقى لازم يقعد لحد ما يحصل حمل آه هو قاعد بقاله سنة ونص وسايب حاله وماله ومحتاله ومصالحه عشان يحصل حمله وما حصلش ورحت لدكاترة عن دينا فطلبوا مني عملت شاعة سابغة أيوة هم كلهم دولي ما بيش حاجة والتحاليل كلها كويتة بس نعم شوف السابغة ممكن تبين حاجة فالدكتور جل إنني أنا عندي حاجز رحمي تمام حاجز رحمي وأنا جاب لي محمل ببنتي كان في دكتور جل لي برضو نفسك ودليل إن الحاجز الرحمي ده ما بيمنعش الحمل إن حضرتك حملت بعد أربع شهور من الزواج وده دليل وحضرتك بعد إذنك بقى أنت وكل اللي عندهم حاجز رحمي انتظروا الحلقة القادمة عشان نؤكد أن الحاجز الرحمي ليس سبب لتأخر الحمل ولا يجب إيهام سيدة عندها حاجز رحمي إنه هو سبب منع الحمل ثم هو بيقول لي عند عالدكتور جلال أشعر ربعية أشوف ده كم ده حاجز رحمي أو رحمية مظبوط يا فندم لإن اللي إحنا هنقوله الحلقة القادمة إن الأشعر اللي بالسابغة أو زي ما قلنا النهاردة لو اتراجع في فيديو اللي عرضناه اللي هو قاله ده إحنا قلناه بالضبط أن الأشعر اللي بالسابغة غير دقيقة في تحديد نوعية المشاكل اللي جوا تجويف الرحم ويهم أكتر منها ألف مرة الصنار مهبلي رباعي الأبعاد مع حقن محلول ملح داخل الرحم لكن سواء كان هذا أو زاك واللي يفرقهم أكتر هو الصنار هذا أو زاك ليس سبب لمنع الحمل وليس لتأخره ولا يجب إيهام حضرتك إن ده هو السبب طب ما أنا قلت له كلام ده أنا حملته وخلفته أو ما هو ده حضرتك حتقول يهوله لقد أسمعت إذنها داي تحيا لكن أنا بس عايز أسأل حضرتك أنت ولدت بقيصرية كمان الدكتور اللي ولد حضرتك بقيصرية مش من مهام الطبية اللي متخرج من كله الطب بنقوله عليها أنه لازم يقول لحضرتك على فكرة الرحم بتاعك فيه كذا وأنا شفت وأنا بعمل القيصرية ويدي حضرتك تقرير بده جلي يا فندم جلي بس جلي أنه هو مش هيامل معك حاجة ما هو ما بيعملش حاجة ما هذه الحقيقة أنه ما بيعملش حاجة دي بنأكدها تمام؟ لكن الآن حضرتك ما بتحمليش لو صدقنا الكلام اللي حضرتك بتقوليه إن حضرتك ما بتحمليش ولا يوجد سبب واضح لازم حد لازم حد يقول لحضرتك الحقائق اللي أنا حقولها دي إن الستات اللي عندهم حاجز رحمي زي حضرتك أو رحم زو قرنين زي حضرتك ده ليس سبب لمنع الحمل بس الأنواع دي من الأرحام أكثر عرضة للإصابة بمرض اسمه مرض البطانة المهاجرة والمرض ده أكثر حدوثاً في اللي ما حملتش قبل كده أو ولدت بقيصرية قبل كده والمرض ده يمنع الحمل لسنوات طويلة والمرض ده ليس بالضرورة أن يكون له أعراض والمرض ده السبب الرئيسي لتأخر حمل مجهول السبب والمرض ده لا يكتشف إلا بمنظار يبقى حضرتك محتاجة تعمل إيه؟ منظار مم ألو أيوة خلاص تم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فإذا كان ما بتقوليه حقيقي إن كل التحاليل والأشعات تثبت إن ما فيش مشكلة وبغض النظر عن نوع الرحم اللي موجود والحلقة الجاية هنقول أنواع الأرحام وكيف نفرق بينها فكل أنواع الأرحام من الرحم زو قرن واحد للرحم زو قرنين للرحم المزدوج للرحم زو حاجز رحمي للحاجز الرحمي غير المكتمل للأركوتيوترس والرحم المقوس كلهم لا يمنعوا حمل قد يزيدوا من نسب حدوث الولادة المبكرة بعضهم وقد يحتاج بعضهم لعمل ربط العنق الرحم لإنه يصاحبهم ضعف العنق الرحم في بعض الأحيان لكنهم كلهم ليسوا على الإطلاق سبب لعدم حدوث الحمل لكن كلهم يزيدوا احتمالية الإصابة بمرض البطانة المهاجرة وهو مرض خفي يمنع الحمل للسنوات وليس بالضرورة أن يكون له أعراض والعرض الرئيسي وتأخر حمل مجهول السبب ولا يكتشف اللي بمنظار هل معنا اتصال آخر شفت يا ست مؤدة الكلام عندنا إيه واضح ومباشر وسهل وبسيط ممارسة مهنة تأخر الحمل ليها قواعد من عرفها أراحة واصطراح ومن جاهي لها تعبة وأتعب نعم أما أن خضرتك الأشعة اللي بالسبغة مش مبينة نوع المشكلة اللي جوه تجويف الرحم وأننا نحتاج إلى سونار عشان يوضح الفرق بينهم according للإشري كلاسيفيكيشن أو للإسيرم كلاسيفيكيشن الكلام ده مظبوط لكن في كل الأحوال إحنا نعرف عشان نقول لحضرتك نوع الرحم اللي عندك لكن محدش يقول لحضرتك النوع الرحم ده هو السبب في عدم حدوث الحمل بدليل إن حضرتك حملتي وولدتي معنا اتصالت لفوني آخر تفضلي يا إيمان السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور يعني الحمد لله أنا نوفعت لك بعد مدة طويلة الحمد لله يا دكتور أنا متجوز عبالي 10 سنة جميل وحصل حمل بعد 5 سنين منتجوز وإيه اللي أخر الحمل الخمس سنين الأولانيين يعني كنت أروح للدكاترة الأول كانت تقول لي تحلل جوزك ضعيف كويس وخد علاج وخد علاج والحمد لله حصل حمل ولما تحسن حصل حمل الحمد لله الحمد لله جيبي ربنا كرامي ببيت حل وبعد 6 سنين توفت بعد الشر ليه يعني هي متوفت في بالها ثنتين البقاء لله ربنا يجعلها رفقتك وطريقت إلى الجنة وبإذن الله ويعوض عليك يا رب خليك يا رب وبعدين بعد 6 سنين ما حصلش حمل وكنت أروح للدكاترة فيها يعني 6 سنين ويدوني منشطاته وطلبوا تحليل جديد للزوج وتحليله كان كويس ولا كان وحش بعد وفاة البنت أيوا عملولي منزار رحم لا أنا بس بسأل على تحليل الزوج الأول ما هو الأول أنا اللي رحت للدكاترة جاب له عشان كان مسافر آه فعملولي كنتي دون تقييم الزوج أمواخديني كنتي عامل للك منزار منزار رحمي يعني من تحت ولا منزار من البطن بس حضرتك كعادة أهل مصر بتقولوا عليها رحمي والله هم فتحوني في البطن أي بقى اسمه منزار بطن يا سيدة الفاضلة اسمه ايه؟ منزار بطن أيوا حضرتك ككل السيدات المصريات معرفش ليه بتقولوا على منزار البطن ده منزار رحمي اتمننا بنبص عليه من الرحم بس بنبص من بره طب لا وإيه؟ المهم المهم اللي جال إن فيه أنبوبة عندك مسدود وما بحملش ليه من الأنبوبة التانية يا دكتور طالما فيه أنبوبة حلوة هي لو أنبوبة واحدة شغالة ده يمنع حمل؟ هم جل ما يمنعش الحمل مزبوط وبالتالي يا دكتور السبب اللي انت قلتهولي بعد عمل المنزار كمحاولة لتفسير إن أنا ما بحملش ليه لا يسبب تأخر الحمل بدليل كلامك أنت صح تحليل الزوج بقى نرجع بقى لتحليل الزوج ها محدش طلبوا كلهم مختشيين يطلبوا منه تحليل جديد لأ عمل تحليل تحليل طلع صفر صفر يعني حضرتك عملتي منزار قبل ما يتعامل تحليل الزوج عشان هو مسافر وما يطلبش تحليل الزوج وحضرتك عملتي منزار اللي ما فيش منه ضرر بس ما لوش أي داعي عشان تحليل الزوج طلع صفر المهم لا هو المهم اللي أنا بقوله ده بالمناسبة المهم هو اللي أنا بقوله حضرتك جايز يكون المهم ده مش مهم بالنسبة لحالتك لكن ده مهم بالنسبة للممارسة الطبية والإن الناس تعرف ما فيش أي تقييم لزوجها دون عمل تحليل جيد للزوج بالمناسبة جايز يعمله تحليله كويس جدا في شهر 9 ويعمله حضرتك منزار في شهر 10 وشهر 12 تحليله ياسوق بس هم يبقوا عاملوا اللي عليهم المهم تحليله طلع صفر وعمل تحليل الهرمونات في الدم اي وخد عينة من الخصية وخد عملة صحة ايما أكيد صحة لأن أنا عارف الخطوات تقامل ايه طلع ايه بقى في الصح اللي أنا قلت عليه ده يعني هم قالوا ان العينة ممكن نعملوا منها حاجة ماشر اه يعني لقوا حيوانات منوية في العينة من الخصية ايه وجمدوها ولا ما جمدوهاش لا جمدوها شهر جمدوها شهر وليه مش اكتر من كده انتو ما دفعتوش فلوس التجميد لا عشان عملنا العملية بعدها على طول اه يعني عملتو بعد شهر وروحتو عملتو حقن مجهري بالحيوانات المنوية المجمدة ايه وحصل ايه فشح وارد ده شيء وارد لان حقن المجهري ينجح بنسبة تلاتين في المية في خمسة وتلاتين في المية على اقصى تقدير في موظم الحالات هو سنة حضرتك كم سنة دلوقتي خمسة وتلاتين ومخزونك كام من البويضات او رقم تحليل المخزون واحد ونص معقول تمام وطلعتي كام بويضة اه ستة ستة عشان الستة اللي كانت بتصل حالات فاتو تقول مخزوني ستة وخمسين من مية وطلعت تمانية المهم وتخصب منهم قد ايه وبقى عندك كام جنين في النهاية ثلاتة وبالتالي ملكيش اجنة مجمدة نقلوهم كلهم ايه هم اتنين نجل اتنين نقلوا اتنين اللي كانوا نوعيتهم كويسة حضرتك الوقتي بتسأليني اعمل ايه تاني هنكرر تاني الحقن المجهري لان تحليل الزوج ده لا يسمح الا بالحقن المجهري بعد علاج مكسف له مش عشان يبقى طبيعي لكن عشان العينة اللي الخصية تطلع فيها اجود واكثر عدد من الحيوانات المنوية ممكن طيب في حاجة انا عاوز اسألك عليها وممكن بقى قبل الحقن المجهري يعملوا حضرتك منظر رحمي اللي انت كنت من شوية بتقولي على منظر البطن عليه يعملوا منظر رحمي اللي هو يقيمه تجويف الرحم قبل نقل الاجنة اسأليني بقى السؤال التاني لما اقول للدكتور يعني انا عايزة يعني يبدأ احفظ على المخزون المبيض ياريت كان فيه اي حاجة في الطب بتعمل كده مفيش على المخزون فهو جل حاجة يعني خدي برشان منع الحمد حضرتك سمعتيني وانا بقول مفيش قبل ما تقولي ايه سمعت مفيش كل هذه اوهام الستات بتقولها وبعض الناس بيزودوا وهمهم الست اللي بتحمل المبيض وبالتالي وقت الحمل مفيش طبويد يا دكتور ده المبيض واقف حيفقد بوايضاته والمخزون حيقل اللي بتاخد رأس منع الحمل ده احنا وقفنا الطبويد اللي قال لحضرتك كده احنا وقفنا انتاج البوايضات النطجة لكن ما وقفناش ديجينريشن ولا ريجريشن ولا الاتريزيا اللي هو تحلل ودمحلال البوايضات حضرتك كل شهر هيطلع عندك 30-50 بوايضة ويموتوا واحدة تندج وتخرج لما تاخدق رأس منع الحمل الثلاثين وخمسين بوايضة حيموتوا بس ما فيش واحدة هتندج يبقى الفرق في الايه طب وبالمناسبة والمنشطات عشان الستات والكلام المصري اللي ما بتقلش غير في مصر استخدام المنشطات اكيد يا دكتور بيخلص المخزون بدري لا يا ستة هو دول اللي بينضجوا من التلاتين اللي كنتي حتفقديهم المنشطات تزيد عدد الناضج وقراص منع الحمل توقف نضج البوايضات ولا شيء يوقف تحلل ودمحلال البوايضات وما فيش وهمس ما عايزة حافظ على المخزون ومش عايزة المخزون يقل ما كانش حد غلوب والحل يا دكتور تكرار الحقن المجهري زي ما قلت من دقيقتين لان تحليل الزوج لا يسمح الا بعمل ده بعد علاج مكسف للزوج لا يسلي اهامل انه هيكون طبيعي لكن لتحسين جودة وعدد الحيوانات المنوية المنتجة وقت الحقن المجهري وزيادة نسب تخصيب الاجنة وربنا يوفقكم ان شاء الله ونصيحة بس عشان حضرتك يعني في سؤال كده مش عايزة تقوله لي قوي ان مدام حنعمل حقن مجهري وانا المرة اللي فاتت جالي بنت وانت عارف احنا الاحوال الاجتماعية عندنا وفي بلدنا ما نختار جنس الجنين ونخليه ولد لا يفضل لان حضرتك مش مطلعة عدد بوايضات كتير يسمح لنا بهذه التقنية اللي حتقلل من عدد اللي حننقله وبالتالي حضرتك اذا اشترطت الشرط ده فانت بتقللي عمدا نسب النجاح انا بس حبيت اقولي ان حضرتك مكسوفة على الهوى تقولي ده وحتى لو ما بتفكريش فيه النفس الامارة كده بعض الحالات بعض الاحيان حيدور ده بخلدكم فانا حاولت ان انا وقفه ما فيش حاجة بتعمل ايه بتحفظ على المخزون ولا بتخلي المخزون زي ما هو ولا بتمنع قلة المخزون ما فيش حاجة بتحفظ على البوايضات ما فيش حاجة بتخلي البوايضات ما فيش حاجة بتخزن البوايضات وبالعكس كل ما البوايضات بتخزن كل ما جودتها بتقل زي اي سلعة تخزن وهناك فرق شاسة بين الخصية وبين المبيض فالخصية مصنع للحيوانات المنوية تصنع الحيوانات المنوية من وقت بلوغ الرجل حتى لحظة وفاته وهي اكبر مصنع له انتاج على مستوى العالم بتقنية وقدرة الهية غير طبيعية لما نقول الارقام المنتجة مذهلة اما المبيض فهو ليس مصنعا للبوايضات ولكنه مخزنا للبوايضات والمبيض يقينا سيفقد كل شهر عدد من البوايضات يختلف العدد طبقا لمخزون الست والموضيع جينية ووراثية وبيئية هيختلف هي تفقد ايه كل شهر لكنها ستفقد يقينا ولا يوجد شيء ليمنع هذا الفقد واقراص منع الحمل تمنع حضرتك من حدوث بوايضة ناضجة حضرتك كل شهر هتفقدي عدد محدد لا يمكننا ايقافه ولا منعه اقراص منع الحمل تمنع نضوج واحدة منهم والمنشطات تزيد عدد الناضج يبقى لا المنشطات هتستهلك المخزون ولا قراص منع الحمل هتحافظ على المخزون ولا ننحمل حافظ على المخزون ولا فيه اي شيء وجد وجد ان هو يحافظ على المخزون ان انا احمل وردع كتير عشان اوقف نشاط الموبيض كل ده اوهام دارت في عقول السيدات وفي بعض الاطباء وثبت بالدليل العلمي القاطع عدم جدواه ولا بقراص منع الحمل ولا بادوية ولا 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 فيه اتصال اخر فضله يا استاذ علي يا استاذ علي ايوه الاتصالات فيها صعوبة وفيه تقنيات صعبة فنيا من النهار ده نوصل الاتصالات اذا حضرك ما تكلمتش سرعة الاتصال حينقطع اتفضل حيقطعوا الاتصال ايوه ايوه فندم حضرتك على الهوى اتفضل اتكلم واسمعني من السماعة مش من اللي بتمليك جنب التلفزيون وتقولك انت صوتك ظاهر او اتكلم قلتلك طيب حنخصص حلقات للمخزون طبعا والحلقات دي جاية وفي المخطط باذن الله اذا كنا من اهل الدنيا واذا ربنا ادنا ودى حضراتكم الصحة والعمر سنخصص حلقات للمخزون حلقات مجمعة زي اللي بقالنا شهرين بنجمع فيها حلقات الحقم المجهري عشان نقول كل شيء له علاقة به تمام والمعلومات اللي حنقولها حتكون صادمة لكنها حقيقية تمام لاننا لا نقول الا الحقيقة للأسف الشديد ما المعلومات الحقيقية دائما يعني بتدايق الناس احنا مش هدفنا ان احنا ندايق الناس بس هدفنا اللا نبيع الوهم للناس يجب ان نقول الحق تمام لان دا يعني امانة ولان هذا علمه ولانك لما تقول الحق الناس تعرف تتصرف بناءا عليه وتاخد قرارات بناءا على الحقائق اللي موجودة وليس بناءا على اوهام واحلام وامال تبنى من رمال فتأتي الرياح لتزرها في العيون او تأتي المياه لتناثرها اتفضلوا اتفضلي يا استاذ حور اتفضلي ايوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايوا دكتور انا معايا بنتين ايوا وبقالي خمس سنين ما بحملت خالص وسن حضرتك كم سنة دلوقتي يا استاذ حور انا عندي تسعة تركين ولما روحتي لدى كاترة عشان تأخر الحمل حد طلب من حضرتك تحليل اسمه مخزون المبيض من البوايضات ايوا عملت دكتورة و تمانية وستين تمانية وستين من مية ايوا وقالتت عامل حقن مجهري عالوا الصوت بس اهو لما طلع المخزون تمانية وستين من مية قالولها النقليل وقالت لأ اروح اعمل حقن مجهري فاروحت اعمل حقن مجهري عملته من امتى لا ما انا قدت هعمله بس الدكتور طلب مني اعمل منظر بطني ورحمي ليه منظر رحمي ده قبل الحقن المجهري كويس لكن ليه طلب منظر البطن كان فيه مشكلة لا فيه مشكلة دكتور اللي انا بيجيلي وجع جامد اسفل البطن كده كويس جدا فالدكتور ظن ثانية واحدة بس فالدكتور ظن ان حضرتك مصابة بمرض اسمه البطانة المهاجرة وقال لحضرتك المرض ده يمنع الحمل الاسنين ويعمل الالام اللي عندك ويقلل مخزون المبيض ويقلل جودة البويضات ويقلل نسب نجاح الحقن المجهري فلو سمحت يعمل لنا منظر فلو لقينا في بطنة مهاجرة نتعامل معاه عشان نزود فرصك شفت الحق الناس كلها بتقولها هو اول ما حضرتك قلتيلي ما قلتش ما عبتش قلت الحقيقة تفكيره منطقي وهايل ويثاب عليه وتفكيره عقلاني وده دكتور ده دكتور متخصص في تأخر حمل بيتكلم بكلام علمي منطقي عملتي منظر البطل وعملتي منظر رحمي لقى عندي التساقات في الأنبوبة تمام ولقى غير الاتساقات فيه التهابات في الحوض فيه بطنة مهاجرة ايوة صح قال لي لقيت التهابات وعندي مشكلة في الأنبوبة الشمال ايه بقى ايه ايه المشكلة مزدودة فيها انتفاخ مزدودة مزدودة وكان فيها التهابات اه قال لحضرتك لازم نقفلها ايوة قال لي يعني زبط هو الدنيا كلها لا ما فيش زبط طب ماشي يعني المفروض ان اللي انا فهمه ان فيه التهاب مزمن في الأنبوبة وان ده تجمع سوائل وصديد داخل الأنبوبة وان ده سبب لانه يقلل المخزون لان الأنبوبة دي بترمي صديد على المبيض وبتقلل المخزون وسبب انك ما تحمليش طبيعي وسبب لفشل الحقن المجهري ويجب ربط او غلق او فصل الأنبوب ده أثناء المنظار البطن والكلام ده لا يمكن انك هيعرف يتعرف او يتعمل قبل منظار البطن او بدونه تمام كده تطب مظبوط الدكتور بقى بعد العملية قالك نستنى فترة جايز يحصل حمل طبيعي فاذا ما حصلش نبقى نروح نعمل الحقن المجهري ولا قالك نسارع بالحقن المجهري رؤيته المبيض حضرتك ايه تقييمه ايه جرحت فين طيب انا بس عشان شهر يعني صوت حضرتك انقطع انا مبسوط جدا من اللي قاله الدكتور كلامه منطقي تماما تعم ست لقى مخزونها قليل ما قاله هاش روح يعملي حقن المجهري مباشرة قال لا لا احنا خد نفكر في اللجوء الحقن المجهري بسبب ان مخزونك قليل بس حضرتك بقالك من بعد القيصرية الاخرانية ما بيحصلش حمل يبقى فيه اتهام للقيصرية انها احدثت شيء وتقييمه للانبوبة ان فيها مشكلة وتقييمه الالام الست اللي مستمرة في الحوض قال لها دي يا التهابات في الحوض يا التهابات في الانبوبة يا بطانة مهجرة ودول كلهم حاجات تخلي فرص الحمل الطبيعي قليلة وفرص نجاح الحقن المجهري قليلة جدا وتضع في المخزون فمحتاجين نعمل منظار نقيم الموقف كويس واذا فيه مشكلة نتعامل معاها قبل ما نفكر في حمل وبالمرة وقت المنظار البطن نعمل منظار رحمي ونقيم تجويف الرحم عشان لو احتاجنا نعمل حقن مجهري نبقى قيمنا تجويف الرحم بارك الله فيه وعمل منظار وقال لها لقينا مشكل في الانبوبة وانسداد وتعاملنا معاها ان كان فيه التهاب مزمن في الانبوبة يبدو ان كان فيه انسداد وانتفاخ في الانبوبة وان ده استدعى ربطه وغلق الانبوبة هو بقى يحكم مش انا المخزون ده كرقم مش وحش قوي ومش مثالي تمام هو يحكم شكل المبيضين حجمهم متبعيته للطبويد الست دي ممكن تحمل طبيعة بعد غلق الانبوبة اه ممكن نديها فترات طويلة من المنشطات لا عشان سنها وعشان المخزون ناخد 3-4 شهور تنشيط فاذا بحصلش حملة روح للحقن المجهري وارد رأي الدكتور ان انا روح للحقن المجهري مباشرة لان الانبوبة اللي افالها دي سيئة جدا بس التانية كمان كفائتها مش كويسة وفرص حدوث الحمل منها قليلة ورأيه كده رأيه هو القاطع هو الوحيد احسن مني ليه؟ لانه هو الوحيد الذي رأى هو الوحيد اللي دخل بطن حضرتك ورأى بعينه المشكلة وقيم رحم وحوض وانبيب والتصاقات ومبيض وبالتالي رأى مالا بيراه غيره وبالتالي رأيه هو القاطع لكن كل الاختيارات دي واردة ان انا اترك لفترة لمحاولة حمل طبيعي اول روح لحقنا مجهري مباشرة كل دوارد لكن اللي هو عمله شابوه هايل ممتاز تفكير منطقي وعقلاني ومتدرج ويعني حضرتك مدينة للدكتور ده بان حضرك تشكري لانه كل حاجة عملها لحضرتك كانت علمية التوفيق في النهاية والحمل بيد الله لكن احنا علينا ان نجتهد ونمشي على خطوات صحيحة ربنا يوفقنا ويوفقك ويوفقه يا رب ويبارك في خطواته معانا تصل تلفوني اخر تفضلي يا شايماء السلام عليكم وعليكم السلام انا اعدت سنة ما حملت شو بعد دخاء بعد سنة حملت وقعد ثلاث شهور وحصل اجهاض اه وبعدين وقعدت اربعين يوم وشيلت تاني اه ونزل تاني برضو قبل تاتش هو وبعدين عدت سنتين وبعدين شيلت تاني برضوك ونزل وطوال السنتين دول لما كنت بروح لده كترة بقى قالولي ان عندي ايه ايه السبب ده يا فندم سبب مزعوم للاجهاض الاسباب دي مش هي اللي عندك الاسباب دي بتسبب اجهاض بعد نهاية الشهر التالت وانت اجهاضاتك مش كده ولو صدقنا ان حضرتك عندك المشكلة دي وده سبب الاجهاضين اللي حصلوا طب انا اعدت سنتين ما باحملش لايه اعدت اربع سنين ما شلت لشالة بمناشط عشان عندي مشكلة في التبويد ما رقول للتبويد ضعيف ولازم تقوم مناشط اه عندي مشكلة كنت متجوزة عندي مشكلة صغيرة بتخليني يحصل طبويد بس نوعية البوايضة سيئة يحصل منها حمل وانت بقى اجهاض نفس المشكلة زادت فبقى التبويد ضعيف اوي فاعدت سنتين على ما حصل حمل ونوعية البوايضة سيئة وانت يبقى اجهاض وبعدين اعدت اربع سنين ما بيحصلش حمل لان المشكلة زادت والطبويت بقى ضعيف وحتى بقى المنشطات قعدت اربع سنين عشان يحصل حمل مزبوط عقل منطق في مشكلة عمالة تزيد ايه بقى اللي كان بيزيد فيكي خلال الفترة دي مالوش علاقة بالتجلط يقول للطبويت ضعيف وبعدين قلت له طبعا عايز اعمل حاجن مجهر اه قال لي في حالك دي تمام في حالك دي تمام محدش قال لي حضرتك ان الجاي تحملي برضو وتبهضي طلب التحليل للزو اه لا عنده تشوهات اه اما العدد تمام والتشوهات كم في المية اه 96 طب وهو ما قالك ان الطبيعي لحد كاف 96 بصراحة مش عارف 96 لحد 96% تشوهات باستخدام المجهر فائق التكبير وطبيعي جدا لحد 96% تشوهات وانا عامل منظر قبل كده طلح في حجز في الرحم بس بسيطة الدكتورة ما عملتهوش وهو يا فندم الحجز في الرحم ليس سبب لاي شيء لا سبب لتأخر الحمل ولا سبب الاجهاضات المبكرة فلما عملت حجن مجهر وخدت التنشيط بتاع العملية طلعت كم بوايضة طلحت 6 وكان جودتهم ايه قالوا لي طبعا هايلي فلاقيت 4 درجة اولى ماشي ماشي 4 حضرتك 80% من بوايضاتك درجة اولى لو في واحدة 80% من بوايضاتها درجة اولى المفروض يصوروها وينزلوها في كتب الطب ده مش حقيقي بس ده اللي تقال لحضرتك ماشي فزرعت لي 3 ايو فعمل معملة التحليل اللي هو بعد 15 يوم طلع اختبارك حملة في الدم ايه مفيش حملة في التحليل اه وين بقى انا مستعد احكيلك بقية القصة انا مستعد احكيلك اللي تقال لك ايه احسن بوايضات طلعت في المركز النهاردة بوايضاتك احسن اجنة حطناها النهاردة الاجنة بتاعتك ده احنا حطنا لك عفريت دول اه مش عايز اقول لك ده احنا كنا جايين ننقلهم كده في القسطرة بينطوا من بره القسطرة حضرتك لو سمحتي شوفي الحلقات السابقة لهذا البرنامج عن الحقن المجهري وممكن تشوفيها على اليوتيوب وممكن على موقع البرنامج خلال اسابيع هنجمعهم وننزلهم عشان تعرفي ان ما قيل لك ليس هو الحق وليس هو الحقيقة وليس هو الصدق لا احنا قدامنا دقائق طيب شهر مارس وشهر التوعية بمرض البطانة المهاجرة سريعا نرى ملخصا البطانة المهاجرة حتى لو نكون دقيقتين من الفيديو ونرى السيدة الجميلة اللي بتحكي لنا عن البطانة المهاجرة كأحسن ما يكون وأحسن من معلومات بعض الأطباء نشوف سريعا كده تفضل 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 اشتركوا في القناة لا يوجد سبب قاطع لمعرفة سبب الإصابة بالبطانة المهجرة نظريات والنظرية الأكثر قبولا عند الأطباء هي ما ستشرح هذه السيدة وهو ارتجاع دم الدورة لا يوجد سبب واضح للإصابة بمرض البطانة المهجرة هناك عدة نظريات والنظرية الأكثر قبولا هي ما شرحنا وسنعيد شرحها الحلقة القادمة وهي الحيض الارتجاعي أو ارتجاع جزء من دم الدورة دم الدورة ليس دما خالصا كما تعتقد السيدات لكن هو نسيج يسمى بطانة الرحم يتمزع وقت الدورة وينزل مصاحبا له دم جزء من هذا الدم يرتجع من خلال الرحم إلى الأنابيب وهذا أكثر حدوثا في السيدات اللي عندها رحم زقرن واحد أو زقرنين أو حاجز رحمي أو رحم مزدوج وارتجاع دم الدورة حاملا معه نسيج بطانة الرحم اللي ينزرع في الحوض ومن هنا تبدأ البزرة تنمو في هذه الأرض الخصبة لها وهو الحوض ويبدأ معاناة مريضات مرض البطانة المهجرة هذه النظريات الأكثر قبولا ما هي النظريات الأخرى وما هي أسباب الإصابة بالبطانة المهجرة هذا ما سنتعرض له في الحلقات القادمة الحلقة القادمة حلقة مهمة جدا نتحدث عن تجويف الرحم وأنواع اختلالات وأشكاله ونستكمل حديث عن رفع الوعي المجتمعي بمرض البطانة المهجرة في مارس من كل عام كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالمعلومة العلمية الطبية الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعد وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 اللي بنا أشوفكم على خير وكل عام وأنتم بخير